الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن الكامة فطاة دينية وإنسانية عاسخة يقول الحق سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينادي ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الأخو اللهم أعطي ممسكا تلفا ويقول صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء ويقولون الكريم لا يضاع فالكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والبخل سوء ظن بالله عز وجل وعندما ننظر في التريق الإنساني نجد أن الكامة فطة إنسانية لدى أصحاب الطباع السليمة وهذا حاتم الطائي يقول مخاطبا زوجها وكأنها كانت تعتب عليه كسرة إنفاقه في الكام فيقول ذريني تركيني يكون مالي لعرضي جنة وقايا يقل مال عرضي قبل أن يتبدد المال سيزهب سيزهب فأحفظ به عرضي يقولون لي أهلك تمالك فاقتصد وما كنت لولا ما تقولون سيدا لا يمكن للبخيل أن يكون سيدا في قومه ثم يقول كلوا الآن من رزق الإله وأيسره فإن على الضحمن رزقكم غدا ويقول يرى البخيل سبيل المال واحدة الكنز إن الجواد يرى في ماله سبلة ثم يقول إن البخيلة إذا ما مات يدبعه سوء السناء ويحوي الوارس الإبلة المال يذهب إلى الوارس فاصدق حديثك إن الماء يدبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حملة ويقول الإمام علي رضي الله عنه لا ضاء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانها ويقول حاتم الطائع أيضا إذا كان بعض المال عبا لصاحبه فإني بحمد الله مالي معبد أنا سيد المال وليس المال سيدا علي ويقول إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى ألفيت مالك حامد لا أشكرك أحد وماذا يعد المال عنك ماذا يفيد عنك وجمعه إذا كان معاسا وواك لا حد ماذا يفيد ما جمعت ماذا يفيدك عندما إلا إذا كنت أخسته بحله ووضعته في حقه ويقول لزوجي عندما عتبته أيضا أماوية اسم زوجته أماوية إن البال غاد وائح يأتي ويذهب أماوية إن المال غاد وائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشراجت يوما وضاق بها الصدر ويقول الشفعي رحمه الله وإن كسعت عيوبك في البرايا وصدك أن يكون لها غطاء تسطى بالسخاء فكل عيب تسطى بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا ترق السماحة من بخيل ولا ترق السماحة من بخيل فما في النار للضمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا حلت بساحتك المنايا فلا أرض تقيك ولا سماء فأرض الله واسعة ولكن إذا حل القضاء ضاق الفضاء فقدم لنفسك اليوم ما تحب أن طاه في آخراتك غدا نسأل الله أن يحسن فطعتنا السوية دينيا وإنسانيا وأن يعزقنا قام النفس وكريم الأخلاق إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته